السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ بهذا الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. هذا الفيديو رح اشرح كيف ومنظهر بصمات اصبعنا على الشاشة يعني متل ما ملاحظين هلأ المكان اللي بيلمس في باي اصبع يعني عم يظهر على الشاشة حتى لو كان اكتر من اصبع. طبعا بفيد هذا الشيء بالشروحات. احنا عم نشرح شيء وبالتصوير يعني خصوصا بتصوير الشاشة او تصوير الجوال. لا تعرفوا شلون بتعملوا هاي الميزة بدون برامج ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. متل ما ذكرنا راح نشرح هلأ كيف بنظهر لمسات الاصابع متل ما بتشوفوها هلأ لمسات اصابعنا على الشاشة بتفيدنا بتصوير الهاتب او بالشروحات يعني. وبعد الخطوة السهلة وبدون برامج وبدون اي شيء. من خلال هاتف الاندرويد اي هاتف اندرويد حتى لو كان قديم. طبعا ابل متابع الشرح هي الخطوة بتمنى منكم اول شيء انه تدعم مقناتي هاي لتوصل الى المليون مشترك. نعم انا هدفي هلأ هو الوصول بهذه القناة الى المليون مشترك. لهيك اخي بتمنى منك انك تكون انت من بين الاشخاص اللي يساعدوني للوصول الى المليون مشترك. اه لحتى نفعل هيئة الميزة ميزة البصمات. لازم نتوجه الى الضبط في هاتفنا. رح ننزل بعدها الاسفل. ولازم نفوت على خيارات المطور. لو مكان عندك هذا الخيار فيك تظهره من هون. حول الهاتف. بننزل لتحت. معلومات البرنامج. عنا هون اه اصدار يعني هون رقم الاصدار رح نضغط عليها ضغطات متتالية. اه بعدين رح يكلبونا هون بالاسفل انه تم تفعيل وضع المطور. بنرجع بنلاقي خيارات المطور فتحت عنا. رح ننزل لتحت. طبعا رح نلاقي هون في قسم الادخال شي اسمه عرض النقارات بتكون متوقفة رح نشغلها و رح نفعل عنا هاي الميزة. اتمنى ان يكون افاتكم هذا الفيديو.